وبمناسبة أكيد رأس السنة وتحت شعار ليلة تريو الرياض استقبل موسم الرياض عام 2022 بليلة طرابية مميزة شيرك فيها 13 نجم من أشهر نجوم الوطن العربي أقيم الحفل على مسرح بوليفارد الرياض وسط حضور جماهير كبير على طريقة جديدة بتريو غنائي بيجمع ثلاث نجوم معا على المسرح وبمقدمة هالنجوم من السعودية محمد عبدو وأصيل أبو بكر من مصر أنغام من العراق وليد الشامي وماجد المهندس من الكويت نبيل الشعيل وعبد الله روشد ونوال ومن الإمارات أحلام وعلي بن محمد من سوريا أصالة ومن قطر فهد الكباسي وأسماء المنور من المغرب إلى مصر حيث أعلنت نداة كامل زوجة الفنين المصري أحمد الفيشاوي انفصالة عن زوجة بمنصور طويل ومفاجئ على موقع انستغرام لكنه حمل أيضا تلميحات عديدة بشأن الأسباب وقالت نداة بمنصورة من امرأة قلبها هلكة وانطفق أود أن أعلن عن انفصالي أنا وزوجي أحمد الفيشاوي يوم الواحد والعشرين من الشهر الجاري وربنا يوفقنا ويكتب لكل واحد فينا السعادة وراحة البال لقد كنت خير صديق وطاب لي العيش معك حتى في أحلكي أوقاتنا سأفتقدك كصديق كثيرا الخبر ضجت في مواقع التواصل بشكل كبير خاصة وبعد قصة الحب العاصفي يلي عاش أثنائي على مدى سنوات ومخجله من إظهاره بالعلن بكل المناسبات العامة نبقى أيضا بمصر بحيث استقبل النجم المصري عمر دياب عام 2022 بأحدث أغنياته بعنوان خلي الحجر ينطأ وذلك عبر خدمة أحدى شركات المحمول المصرية الأغني من كلمة أيمن بهجة تأمر الحان محمد يحيا وتوزيع تومة وبسياق آخر أعلنت أحدى شركات السيارات الشهيرة سحب أعلان الأعلان الترويجي الذي ظهر فيه عمر دياب بعد انتقاضات واسعة رأت فيه تحريض على التحرش وظهر دياب خلال الأعلان وهو عم بيقود سيارة للشركة ثم بتمر فتت أمامه فجأة ليلطقت لألة صورة عن طريق مرئية السيارة ولقى الأعلان انتقاض كبير بصفوف رويد مواقع التواصل والناشطين حيث أنه بيعتدي على الخصوصية وبخالف القيم الأسرية وبحث على التحرش وقالت الشركة بيبين لألة أن بتحرص على مشاعر جميع المجتمعات اللي بتعمل فيها وما بتتسامح مع التحرش بكيفة أشكاله منكمل مع الإصدارات الفنية اذ طرح الفنين الإمارات حسين الجسمي أغنيته الجديدة ما بحبك عبر قناته على يوتيوب ومنصته على سوشيال ميديا الأغنية باللهجة اللبنانية وهي من كلمة مونير بوعساف رؤية ألحان حسين جسمي وتوزيع هذه الشرارة وكالعادي أبدع الجسمي بإيصال الإحساس لتحصد الأغنية تفاعل كبير من قبل الجمهور وتلمس لثلاث مليين مشاهدة بعد ثلاث يام فقط على إطلاقها نروح بالخبر الأخير إلى الأردن وبعد النجاح الكبير يلي حققوا بأغنية لسات نجامبي ختم الفنين الأردني الأخرس عام 2021 بأغنية بعد شو لا يتصدر الترند عبر مواقع التواصل الاجتماعي ويوتيوب بعدة بلدين عربية وتتعدى مشاهدات الأغنية المليونين مشاهدة إلى هاللحظة الليفت بهالعمل دمج الأخرس كل أعماله السابقة ضمن أغنية وحدة مما جعل الجمهور يتفاعل بشكل أكبر مع الأغنية بعد شو من كلمته ألحان الأخرس أمال كليب فمن توقيع فؤاد أحمد ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر